الحج شعيرة لها طبيعة خاصة هذه الطبيعة أنها مليئة باللغة الرمزية ولكنها أبعد ما تكون عن الوثنية والشرك بل الحج عبادة توحيدية خالصة هي من بقايا ملة إبراهيم الله تعالى أمر إبراهيم خليل عليه السلام قالوا أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويدكروا اسم الله في أيام معلومات فهو استجابة لدعوة إبراهيم ونداء إبراهيم عليه السلام ولكن العرب في الجاهلية خلطوا الحج الذي استنه إبراهيم عليه السلام بأمر ربه خلطوه بشركيات كثيرة ومبتدعات شتى فمن هذه الشركيات أنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وماملك يقصدون الأوثان الأصنام التي كانوا يعبدونها فلا شريك لك إلا شريك هذه الأصنام فجاء الإسلام أبطل هذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك توحد خالص حتى إن الإسلام في السنة التاسعة منع بعد ذلك أن يأتي المشركون حجاجا لأن يريد أن يجعل هذا البيت خالصا للتوحيد قال يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا رغم ما كان فيه من فوائد اقتصادية وتجارية ينتفع بها أهل مكة قال ولذلك قال وإن خفتم عيلة يعني فقرا وحاجة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وأعوضكم الله بأشياء أخرى الفتوح والغنائم وأذين الأشياء ولذلك حينما ذهب سيدنا أبو بكر أميرا على الحد الحق الرسول على السلام به علي بن أبي طالب ليبلغ الناس عن رسول الله لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لأنهم كانوا يطوفون عرايا حتى الرجال وحتى النساء يقولون جماعة يسموهم الحمس هذه الثياب التي عصينا الله بها لا نطوف بها نجب أن نخرع ثيابنا ولذلك القرآن يقول وإذا فعلوا حشة وإذا قالوا أمران الله بها والله ليأمر بالفحشاء لا يمكن أن يأمر الله بهذا الأمر يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا العري مرفوض لا يوجد مظاهر وثنية هذه الطواف بالبيت هو طواف الإنسان لا يعبد فيه الكعبة ولا يقدسها كلما فيه تقبيل الحجر الأسود وقد قبل سيدنا عمر الحجر الأسود وقال أيها الحجر إني أقبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته يقبله اتباعا فقط وهذا أقول لك اللغة الرمزية اللغة الرمزية هو إيه إن الإنسان يقبل ما يأتيه من حبيب جاءته رسالة من حبيب لا يقبل هذه الرسالة أو معاه هدية منه كل شوية يخرجها ويقبلها وقال في ذلك الشاعر العربي أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة فتقبيل الحجر ليس للحجر ذاته أيضا مثلا رمي الجمار لماذا رمي الجمار هو لغة رمزية يعني كناية عن إنه بيرمي قوى الشر ولذلك الناس حتى العوام لك نرمي إبليس كأنه يتدسد إبليس ويقول لك إبليس الكبير وإبليس الصغير وإبليس العود إبليس الجد وإبليس الإبن وإبليس الحفيد والأحياني اللي يأخذ نعل ويرميه بي كأنه ترسد الشر فهذه لغة بترمز إلى الأشياء معينة أبعد ما تكون عن الوثنية طب ماذا تقول للذين يعني في هذه اللغة الرمزية في هذا يعني ذكرت الحجر الأسود وتقبيل وذكرت رمي الجمارات تحديدا أغلب المناسي التي تقع في الحج تقع بسبب هذه علما بأنه ترتيبها في أولويات الحج ليس ضمن يعني الحج عرفة الطواف الركنان الأساسيين في الحج هما الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وفي الإفاضة خاصة والطواف بالبيت العتيق وحتى الإحرام ليس مزمعا عليه بعض إما روناه واجبا وحتى السعي بين الصفة والمروة هناك من يراه واجبا وليس ركنا فهذه الأشياء يعني تقبيل الحجر الأسود هذا مستحب يعني ليس فرضا ولا واجبا حتى رمي الجمار هو أناك ليس هو من أركان الحجر نتوقف نتوقف قليلا حتى نعطيها حقها على اعتبارنا الوقت أدركنا نتوقف مع موجز لآخر وهم الأنباء ثم نعود لمواصلة هذا الحوار مع فضيلة علامة الدكتور القرضاوي حول قضية الحج فابقوا معنا مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج الشريعة والحياة والتي نتحدث فيها عن الحج والتي نذكركم أنه بعد قليل سنستقبل فيها مشاركاتكم واستفساراتكم على رقم الهاتف 4-88-8873 بعد مفتاح الدولي لدولة قطر 00974-488-8873 أو على رقم الفاكس 4-890-865 أو على الصفحة الرئيسية للجزيرة سيدي كنت تتحدث عن أنها ليست من أركان الحج ومع ذلك ندفع ثمنها غاليا بالتدافع بالأذى في بعض اللحان في حالات كثيرة لا سيما عند رمي الجمرات بالوفيات ماذا نقول للناس لتخف هذه الوفيات والجراح عند هذه الشعائر بسم الله الرحمن الرحيم هذا يلزمنا بأن نقول شيئا في هذه القضية من فضل الله تبارك وتعالى أن تكاثر عدد المسلمين أصبح المسلمون في العالم الآن أكثر من مليار وثلث المليار وبعضهم يقول أكثر من مليار ونصف وأصبح الملتزمون بأحكام الله تبارك وتعالى وبأداء فرائضه كثيرين جدا بعد الصحوة الإسلامية التي أيقظت الأمة من سبات وأحيتها من موات وأصبح الكثيرون والكثيرات من أبناء الإسلام وبناته يلتزمون بأداء الفرائض الصلوات في أوقاتها الحجاب قراءة القرآن والسيرة اتباع الدعاة الكتاب الإسلامي لكلها من أثار ومن أثار الصحوة الإسلامية ازدحام مواسم الحج والعمرة خصوصا بالشباب يعني كان في الزمن الماضي أكثر الذين يحجون الشيوخ والشياب حتى الإمام الغزالي قال في كتاب الحج في إحيائه قال الحج هو تمام الأمر وختام العمر الآن إذا نظرت إلى مواسم الحج والعمرة تجيب الأغلبية الساحقة من الشباب والشباب فهذا الازدحام هو الذي ينشئ هذه المشاكل برغم ما تصنعه الحكومة السعودية في الحقيقة من تيسيرات كثيرة شقت أنفاقا وأقامت جسورا وفتحت طرقا ولكن هناك أيضا مشكلة نقص الوعي عند كثير من الحجات هذا أمر ينبغي أن يعالج في البلاد الإسلامية نفسها الحج هو مرآة لمجتمعاتنا الإسلامية أن هذا التجمع العالمي من كل بلاد العالم تجد أناسا هناك إذا ارتقى المسلمون رأيت هذا في الحج إذا هبط المسلمون رأيت أثر حتى إن أحد الغربيين الذين دخلوا في الإسلام عن طريق قراءة الكتب يعني عرف الإسلام النظري قراءة وأعجب بالإسلام ثم أراد أن يعرف الإسلام بمعرفة أهله فواجد أن أفضل طريقة ليعرف الإسلام إن يذهب إلى الحج فذهب إلى الحج فوجد المسلمين على غير ما عرفه من الإسلام إسلام يدعو إلى العلم وجدهم جهلاء يدعو إلى النظافة وجد عندهم الوسغ يدعو إلى النظام وجد عندهم الفوضى يدعو إلى السماحة مع الآخرين وجد المشحة أو وجد أشياء لا لا توجد يعني القرآن يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد حتى الجدال لا تجادل حتى لا تتعب إخوانك ولا تشحف الشراء والبيع يعني خليك سامحي سهل ورد الرجل الناس على غير ما عرف الإسلام فقال كلمته الشهيرة الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين لأنه لو عرف المسلمين هربوه من الإسلام ونفروه من الإسلام فالحد هو مرآة الحياة الإسلامية ولذلك على كل بلد من البرجان أن يقيم حلقات توعية للحجاج قبل الذهاب إلى الحجاج الحجاج الذين يأتون من أسيا وأفريقيا كثير منهم لا يعرف يعني يظن أنه ممكن أن يقاتل من أجل رمي الجمار يا أخي أنا رمي لو ما رميتش الجمار دا حدك يعني صحي وهل من أجل هذا الأمر الذي هو واجب أو سنة تدوس على الناس يعني الإنسان بيدوس لو كان عنده الإحساس كان لا يمكن إذا واجد قدامه لازم يبعد الشخص اللي وقع ده لابد أن يفسح الطريق حتى يقوم إنما الناس لا تباني به وتدوسه فهناك بلاد توعي حجاجها قبل أن يأتوا من هذه البلاد إخواننا في ماليزيا الحجاج الماليزيون أكثر الحجاج تنظيما وأكثرهم وعيا لأنهم يقيمون لهم دراسات وحلقات هناك في المسجد الوطني الكبير حتى وجدت عندهم مجسم الكعبة يعني حتى لا يخطئ الناس يقولوا تطوف عند الكعبة وعند هذا الخط تشير إلى الحجر الأسود إذا طعت تقبلوا قبلوا وإلا فيعني تقبل يدك يعني تشير إليه وتقبل أو تشير إليه بحجر وخلاص وتنتهي وكذلك الصفا والمروة عملين لهم حتى لا يخطئوا هذه التوعية مهمة هذا من ناحية الحجاج هناك واجب آخر من ناحية العلماء هناك علماء يشددون على الناس كل التشديد يعني أمر الرمي رمي الجمار هذا هناك رأي يقول بأن رمي الجمار من الزوال إلى المغرب كان الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس القضاء الأعلى ومن كبار علماء السعودية يقول لك لا يجوز النهار من قبل الظهر ولا بعد المغرب فحصل في مدة وهناك آخر يقول لا بعد الزوال و إلى الليل ما شاء من الليل وهناك رأي آخر يقول من بعد الفجر إلى طول المدة وهذا رأي قال به عدد من أئمة التابعين منهم فقيه المناسك أو أفطه التابعين في المناسك وهو عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس وقال به طاووس أيضا صاحب بن عباس وقال به أبو دعفر الباقر وقال به عدد من المتأخرين إمام الحرماء من الشافعية والرافعي وغيرهم وأفتى به في عصرنا أفتى به العلام الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر وألف فيه رسالة اسمها يسر الإسلام من أكثر من أربعين سنة من حوالي خمسين سنة ودلل عليها بأدلة قوية الشيخ العلامة مصطفى الزرقى وأنا أفتى بهذا من سنين بدأ كثير من العلماء حتى في السعودية نفسها يفتون بهذا بعد أن رأوا الناس تسقط تحت الأقدام وتموت وكل عدة سنوات تحدث مشكلة في هذه القضية فالتيسير على الناس في أمور الحج نحن عندنا قواعد فقية يحفظها الفقاء المشقة تجلب التسير إذا ضاق الأمر اتسأت اتسع رفع الحرار الضرورات تبيح المحظورات لا ضرر ولا ضرار كل هذه الأشياء تمنحنا الرخصة في أننا نسهر على الناس وأن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثتم معسرين خاصة إذا كان هناك يعني مقتضيات تلزمنا بالتيسير والمقدارات الموجودة هو هذا الزحام الهائل